اشتركوا في القناة والدهاء والدكاء والصرامة والقوة والمكة فغير يجاوبك بدون تردد الكونولين محمد عبابو فشكون هو محمد عبابو وكيفاش كان يتعامل مع الجنود وكيفاش ارجع مدرسة اهر ممو ومدرسة نموذجية وكيفاش جاته فكرة انقلاب وكيفاش نفد هذا انقلاب وكيفاش كانت النهاية ذي لهذا انقلاب وكيفاش كانت النهاية ذي العبابو فإلا بغيت تعرف الأحداث المشوقة فما عليك إلا تتبع معنا الفيديو حتى النهاية محمد عبابو اتزاد بمنطقة أقنون نواحي شامال تازة سنة 1935 وكالأب ديالو شيخ القبيلة الشي اللي خلع عبابو ما يكون شبح الباقي ولا الدوار وعواد يقرأ في المسجد في الأب ديالو بصيفته شيخ القبيلة غايت ديه يقرأ الدراسة الأولية ديالو في المدرسة الابتدائية الفرنسية بإقليم تازة من بعد عالتحق عبابو بالأكاديمية العسكرية الملاكية وكان تفوق على الأصدقاء ديالو في مختلف المجالات وتخرج من الأكاديمية برتبة ملازم سنة 1956 الفترة اللي كان فيها المغرب هي اللخذ الاستقلال وكان نقص في الأوطر العسكرية وتم تعيين عبابو في القصر الملاكي كمرافق خاص وخدم كرئيس في عدة وحدات من بعد ما غايمشي عبابو لباريس باش يتابع الدراسة ديالو العسكرية العليا في مدرسة الابتدائية الحرب وكانت هذه هي الفرصة ديالو باش يبين المهارات ديالو وأنه عسكري كفر وبالفعل تخرج عبابو بميزة حسن وكان عبابو محبوب عن جينيرال إدريس بن عمار بطل معركة الريمل وكان كيمتع عبابو بزف وحسب بعض الشهادات فالجينيرال بن عمار اتلقى رسالة من مدرسة أركان الحرب بباريس اللي فيها التناء على عبابو والكفاءة ديالو الشي اللي خلى الجينيرال بن عمار يحط العين على عبابو ويراقب تحركات ديالو من اللي يرجع عبابو من فرنسا غايتعين كرئيس لمركز التكويل العسكري بمدينة الحاجب وقدر عبابو يساهم بطريقته الخاصة في بناء المركز من بعد ما كانش مهمش في سنة الف تسعمية وتمينية وستين غايتعين عبابو قيادة مدرسة أهر ممو العسكرية وهنا غايتبدا ملامح شخصيات عبابو الحقيقية وكانت الهيئة ديالو كتش بالامبراطور نابوليون الشي اللي خلى البعد يلقبو بنابوليون الصغع وكان معروف بالدكاء والدهاء والصرامة والحزم وكان شعور الضباط والتلاميات تجاه عبابو شعور ممزوج بالخوف والاحتيران في نفس الوقت وقدر عبابو يغير كل شيء في مدرسة أهر ممو العسكرية اللي كانت تواجد بشرق مدينة فاس على بعد ستين كم من جبال أطلس فبالفضل للنظام عبابو الصارم والتجارب اللي راكمها والتكوينات اللي تلقاها خاصة في مدرسة أركاء الحرب بباريس قدر يرجع مدرسة أهر ممو ومدرسة نامو داجية كتوفر على تجهيزات فريدة من نوعها بحل خزان المية اللي يطل إلى المسبح وقاعات لتعلم اللغات ومختبر للعلوم الطبيعية وقاعات المحاضرات والملاعب الرياضية وولت هذه المدرسة مشهورة داخل وخارج أرض الوطن وحسب بعض الروايات فالجنرال بالعمر يدير زيارة مدرسة أهر ممو ويتفاجئ من هذا التغيير الكبير اللي يطرع على المدرسة وهنا غيرت العبابه الدوء الأخضر باش يكون حرف التصرف ولعل هاد شي لي شار ليه محمد الرئيس بالمذكيرات ديالو من اللي كان يتكلم على فترة التحقيقات مع الجنرال بن عمار واللي كان بغي يقول لي هاد الكلام مون جنرال لق طرحت علي هاد السؤال واسمح لي بدوري أن أسألك كيف وصل عبابه إلى قمة الهارم أرغم وجود عشرات ضبات شبن الحيويين والأكفاء يفوقونه كفاءة ضبات مغاربة بالمعنى الحقيقي للكلمة تفتخر بهم القوات المسلحة الملكية ضبات نزهاء أصفية واعون بصراحة إن لم تكنوا على علم بأن عبابه لس يزور الحسابات ويزور الفواتير ويسرق عدد الدولة ويقوم أصحابه بالسرقة ليلا لماذا غضيتم الطرف كل الجيش يعلم ذلك وأنتم أيضا وبالفعل فعبابه كان معروف بالسطو ومجموعة من الخرقات وانتهاكات حتى أنه كان ينتهك القوانين العسكرية ومن بين هذه الانتهاكات اللي كان يديرها عبابه زيادة عدد تلاميذ من 300 تلميذ إلى 1500 تلميذ قبل ما يأخذ الإذن ولا الموافقة من المكتب الثالث لهيئة الأركان العامة من القوات المسلحة هذا المكتب اللي كان يشرف على قاع المؤسسات التكويل العسكري في البلاد الشيء اللي خليه يكون واحد الاكتداد في غرف التلاميذ ومن بين التجاوزات اللي كان يديرها عبابه أنه شكل فرقة كانت تكون من الجنود والضباط الأقوية بقيادة عقاح الروش واللي كانت تسمى بالمافيا كانت المهمة ديالها هي الخروج بالشاحنة في الليل وصرقة مواد البناء والمواشي والخشب لدرجة أنه في واحد اليوم جابوا خلاطوا آلت حفر باش يصابوا بها من السبح في المدراسة والأغرب من هات الشيء أن عبابه حول واحد المجردية للمياه لفائدة المدراسة وبالرغم من العديد من الشكاوة إلا أن هات الشكاوة مشات في مهاب الريح حيث عبابه كانت عنده سلطة وكي تضرب له ألف حساب وكان ينال تعاطف الجينيرالات اللي يعرض عليهم ويدير حافلات بالمشوي والشيخات كان عبابه غادي بالمنطقة الميكيافية اللي الغاية تبرر الوسيلة وكان عايش بخلفية وتوجه مادي وكي أكد هات الشي الكلام اللي حكاها محمد الرئيس في المذكيرات ديالو من اللي قال عبابه كان صاحب طموح كبير لا يترجع عن أي سبب لا يتق في أين كان وانطواء نوعا ما حتى مع عائلته كان لا يؤمن بأي شيء مد حتى النخاء وأتذكر حادثه وقعت قبل شهر من قلب صخيرات فقد أيقاده الحارس الليلي ومساعديه وأخبروا أنه رأوا بغلة المقابر تدخل بيته وقد أكدوا له بأنهم شاهدوها تجر سلسلة طويلة مجدودة إلى قائمتها الأخيرة انفجر عبابه ضاحكا وسألهم هل كانت بيضاء أم سوداء أجاب المرعوبون الثلاث بأنها بيضاء فقال لهم لا يهم في المرة القادمة اربطوها لنقل المؤونة أيها الأغبياء لا يوجد شياطين ولا جين إن شيطانكم هو أنا في المرة القادمة سأودعكم في السجن كلكم أجابه أشجعهم لكن منكونون هذا فعل سيء لك كلنا تحت رحمة الله ونحن بشر ضعفاء فرد عليه عبابه أنتم ممكن أما أنا فلا لا أؤمن بأي شيء إلا أنا وكي أكدت شيء كذلك حدث آخر كي يقول محمد الرئيس مرت جنازة أمام التكن في صفره فالتفت نحو نعبابه وسأل القبطان الشلال أتساءل لماذا نأتي إلى الحياة إذا كنا سنموت فأجابه الشلال هذه سنة الحياة وقد شاءها الله على هذا الحال والحياة فوق الأرض عابرة لأن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة وبعد الصراط هناك من يدخل الجنة وهناك من يدخل النار فرد عليه عبابه في رأيه لا حياة بعد الموت هناك العدم واللا نهائي علمنا هو الجحيم للبؤساء والجنة الأغنية وعندما نموت يكون ذلك إلى الأبد ثم التفت نحوي مبتسما وسألني ما هو رأيك الرئيس عندما يصبح جسمك تراب هل تعتقد أنك ستحيا من جديد أجبته بطبيعة الحال لأن هناك البعت والنشور فعلق قائلا أتمنى أن لا أموت ولا أعتقد أني سأموت لأنني أنوي البقاء على قيد الحياة لمدة طاولة وسنرى وكان عبابه في بداية المصار دياله المهاني كيمتاز بالحياوية والإرادة والكفاءة وكان كل شيء كيتنبأ له من مستقبل زاهر وكان كل شيء كيرشح يكون في منصب وزير الدفاع لكن مع مرور الأيام بدأت الصمعة ديالعبابه كتتوسخ بسبب الخروقات والفساد والتبديل والتزواء وبدأ كيتغيب في المدرسة وكترمت تنقلات المدينة الريباط وإهمال المهمة ديالغ في المدرسة الشيء اللي خلى تلاميذ ودباط المدرسة يطرحوا عدة تساؤلات وعلامات السيفام حولها التغيير اللي يطرع على عبابه وبدأت كتروج الشائعات بأنه كيوجد انتحان لدخول المدرسة الحربية العليق والبعد يبدأ كيخمن بأن عبابه غيرتعين مطارف المالك إما عامل الإقليم تازة ولا مدير العام الأمل وطني وكل هذه التخمينة كانت خاطئة حيث اللي كان شاغل عبابه في هذه المرحلة وهو التخطيط لانقلاب مع الجنرال محمد لمدبوح بإيطاحات المالك الحسن الثاني وفي هذه الفترة وبالدب في مناسبة عيد العرش سنة 1971 ويترقى عبابه من رتبة كوماندا اللي رصبت ليوتنو كولوني وندم عبابه حفل كبير في المدرسة وجاب الشيخات الأطلس ومن بعد أسبوع غير ندموا الدباط حفل في مطعم الجنر وهدوا فيه بنا يشينوا قبعة ذهبية للعبابه الهدية اللي فرحت عبابه بزاف واختف فيهم بهذا الخطاب لقد أهديتموني هدية ذهبية وأتمنى لكم صادقا مصارا مهنيا ذهبيا ولامعا مثل الهدية وأتمنى أيضا أن تتحقق أمانيكم حتى تتكلل مجهوداتنا في يوم من الأيام بالنجاح والمجد وغير ندم مركز التدريب بمدينة صفرو اللي كان ملحق للمدرسة غير ندم حفل صغير على شهر في عبابه وألقى فيه عبابه خطاب كي يواعد فيه الحضور بمستقبل زاهر وفي بداية شهر مارس غير يعطي عبابه الأوامر لأطور مدرسة أهر ممو باش يساليه البرنامج الدراسي والتدريب يقبل شهر ماي وبالفعل غير يساليه البرنامج في شهر ماي وفي جوج ماي غير يخبرهم عبابه بأن المدرسة غير تشارك في مناورة كبرى في مدينة الحاجب واللي غير يحضر ليها الملك الحسن الثاني في موكب ملاكي من مدينة فاس بمناسبة الذكرى إنشاء القوات المسلحة وطلب منهم يستعدهم زيان باش يشرفوا المدرسة وفي 13 ماي طلب منهم عبابه يشكلوا 15 كوموندوات وكل كوموندو يتكون من 40 تلميذ يرأسهم ضابط ويساعدوا ضابط صف وطلب منهم كذلك يشكلوا فاصيلة خاصة اللي كانت تكون من ضباط وضباط الصف وتم تزويدهم بسيارات جيب وأسلحة تقيلة كان في الاعتقاد ديرهم أن المهمة هي القيام بمناورة بمدينة الحاجب لكن الحقيقة اللي اخفاء عليهم عبابه هي أنهم متوجهين باش ينفذوا القيلة بعسكاري وكانت المهمة هي نصب كامل للموكب الملاكي بعين شكاك أما الفاصيلة الخاصة اللي كانت تكون من ضباط وضباط الصف فكانت المهمة ديالها هي محاصرة المنصة الرسمية بالحاجب والقاضاء على أي محاولة محتملة ويوم 14 ماي كانت مدرسة أهرمومه على استعداد تهم باش ينطالقوا المهمة اللي تكلفوا بها لكن في آخر لحظة ستتصل المدبح بعبابه وطلب منه ليتراجع لهذه المحاولة الانقلابية حيث تشاف الدوائر الأمنية كتدير بالمروحية عملية استكشاف وفحص الطريق اللي ستدزمنها الموكب الملاكي وخاف الدوائر الأمنية تكتشف الفخ اللي ستنصبه عبابه واكتشف أمر الانقلاب من اللي توصل عبابه بهذه الأخبار طلب من مدير الدراسات القبطان بالكبير يمشي لنادي الدباط بمدرسة أهر ممو ويخبرهم بأنه وقع واحد طارع وأنه عواد ما يتوجهه المدينة الحاجب للقيام بالمناورة ستوجهه المدينة صفره ويكتافه ببعض التامارين الحربية الخاففة وفي هذه المرحلة سيبدأ المدبوحه وعبابه يفكره في الوقت المناسب لتنفيذ انقلاب وهنا سيختار يوم عيد ميلاد الملك اللي سيكون في عشرة يوليوز 1971 بقصر الصخيرات هذه المناسبة اللي غيكونوا حاضرين لها عدة شخصيات بارزة من الداخل والخارج والتافق المدبوح مع بابه باش يكون انقلاب بيض بلا حرب ويتنازل الملك أمام الحضر للملك من اللي ترجع بابه للمحاولة انقلابية بمدينة الحاجب هتلقى المدرسة بالتلاميذ والأوطر ديالها غيقى وريوسهم في مرحلة فارغ خاصة ان البرنامج الدراسي والتدريبي سلو قبل الوقت وهنا غيحاول عبابه يشغلهم بشي حاجة ويستغل الحفلة اللي كتتنظم بمناسبة عيد الشابب وطلب منهم يديروا بعض الأنشيطة ويتمرنوا عليها مزيان وفي تسعود يوليوز غيتم إخبار الأوطر والتلاميذ بإجراء مناورة أخرى واللي ستكون هذه المرة في بم سليمان وتعطيت الأوامر من عبابه باش يتم تشكيل 25 كوموندو وات وكل كوموندو كيتكون مرة 40 تلاميذ مخلطين من تلاميذ السنة الأولى والثانية والثالثة وكان يرؤسهم ضابين ويساعدوا ضابط صف وطلب منهم يشكلوا فرقة خاصة اللي كتتكون من الضباط وضباط الصف واللي ستكون في المقدمة وفي الفترة المسائية مع الساة تقريبا فارقوا عليهم الأسلحة والأغذية المعلبة وكانت كل سيارة جاهزة في ساحة السلاح بالمنراسة وكانوا الكوموندوات شادين الصف مع الرئيس ديالهم وكيتسنوا الأمر باش يركبوا للشاحنات أما الضباط الفرقة الخاصة فكانوا مجموعين حتى سيارة جيب اللي كان تهزل مدافع الرشاشات هذا المشهد المريب أثار الحيرد يليوت من فورتاس وهو الطبيب المدرسة جاء في إطار المساعدة العسكرية الشي اللي خله يتوجه بهذا السؤال القبطان غلون قل لي يا أيها القبطان لدي انطبع بأنكم تهيئون انقلابا وهو يرد علي غلون لا أيها اليوطن بلاده نهادئة ومستقر ومع السؤال مستقريبا سيصل كل ملكونولين محمد عبابو ومعه الأخ أكبر دياله محمد عبابو جايين من دين تفاس بليباسهم المداني من ليدارة الواحدات السعرات قدامه غيطلب منهم يركبوا في الشاحنات واطلبوا من الضباط التحقوا بالقاعة الشرافية باش يديروا الشيماء غيبدع بابو في الخطاب دياله بالتهنئة الضباط على الجدية في العمل وتحول الحديث على المناورة وقال لهم أنتم تعرفون الاحترام الذي أكنه لكم جميعا والتيقى التي أحملها لكل واحد منكم لا يمكنني أن أتجاهل الاحترام التقدير الذي تكنونه لشخصي ستنظم مناورة ببنسليمان عادة تقوم كتيبة بهذا التمرين لكنني صارعت كثيرا لتتكلف المدرسة بالعملية لقد أقنعتهم أن مدرستنا هي الأفضل من يقوم بهذه المهمة ولهذا أعول عليكم حتى تنجح المناورة أتمنى أن يكون الجميع على استعداد وإذا ما وجد بينكم من هو على مرض وعاجز على القيام بالمهمة فما عليه سوى الجهر بذلك وسأعفيه بدون ضغينه هل لديكم أسئلة؟ وفي هذه اللحظة كل شيء سيبقى ثاكت سيهز محمد الرئيس سيشوف عبابه ويضحك ويقول له أجتمى الرئيس وش بغيت تطلب شيء حاجة؟ سيبقى في الرئيس ووقف التحية ويقول نعم مون كونوني بغيت نعرف المهمة بالضبط وتعطينا الموضوع دياله إلا كان ممكن حيث سيكون من الأفضل نطالعوا على المهمة والوضع يقبل ما نمدوا فيها وهو يجاوبوا عبابه بدون تردد ما عنديش علم بالأمر حيث المسألة بيد الجنرالات وبالمناسبة غدها قد تلقوا واحد القيادة عليا هي لغا تعطيكم تفاصيل مهمة اللي غديروها ومن لسالة الاجتماع بدون الدبط كي يغادر القاعه أما عبابه فغي يعطي آخر تعليمات دياله هو آمر المسؤول على الهاتف باش ما يتعصد بتشي حد وما يجاوب بتشي حد هدى الليلة ومن لسالة يمشى مع الأخ دياله لمدينة المكناس أما في المقصف ديال الضباط من اللي كانوا كيتعشوا هاي قول ليهم اليوتن فورتاس من خلال هاد الخطاب ديال كونولي العبابه وحسب تحليلي وبعض الإشارات فغده هايكون قيلاب عسكاري وهنا غا يبدو كيضحكو حيث كي يعتقدوا أن فورتاس كيمزح معهم لكن التخميل ديال الطابب فورتاس كان صحيح حيث فعلا لم يهم ما هي القيام بين قيلاب على المالك لحسن الثاني بمناسبة عيد ميلاده 42 بالقصر السخيرات ومشي مناور في بن سليمن كيف مخبرهم عبابه وفي عشرة يوليوز 1971 ومعا ربعا ديال الصباح غادر القافلة من أهر ممو في اتجاه الريباط بقيادة القبضان الشلال وكانت القافلة غادر بواحدة سرعة بطيئة ومن اللي وصلت القناة طيرا قدوز على الطريق الرئيسية اللي كتأدي العاصمة وغتوقف القافلة في بقناة ولقوا في انتظارهم الكونوني العبابه والاخ الأكبر دياله محمد عبابه والقيادة العامة المتقدمة اللي كانت كتتكون من الكونوني العبدالله القاديري والكموندو البريقي والمالطي وضابط الشرطة الفتوحي وكان حاضر كذلك الأخ دياله الأصغر واللي هو عبدالعزيز العبابه المحاسب القيادة العامة والضابط المزيرك الصهر ديال الجنرال المدبوح وكانوا كاملين اللابسين اللباس المدني وتعطاة الأوامر الجنوب باش ينزل السراحة وتناول الوجبة ديالهم من بعد غاينادي الكونوني العبابه على الدباط وعلى القيادة العامة المتقدمة وهي القيادة اللي كانت تكلم عليها عبابه في الاجتماع دياله اللي داله مع الدباط في المدرسة سأهر مومو من اللي قال لهم قد غتلقوا واحد القيادة العليا هي اللي غتحيطكم بالتفاصيل المهمة غيجمحهم عبابه في واحد الغابة صغيرة وتوجه لهم بهذه الخيطة أيها السادة المهمة ديالنا غتكون في محاصرة منشئتين بالصخيرات احتلتهم عناصر تورية خاصة نسدوا كل منافي ونخرجوا الاجانب ونديرهم في الشاحنات وما نخليوا حتى شي واحد يهرب ولو تطلب الامر اطلاق النار ومن اللي غيشوف عبابه علامة تعجب باديه على وجهة الدباط غيشد واحد العود وغيرسم لهم على الارض جوجه مستطيلات ويحط بيناتهم منافذ ومسالك وقال لهم هدو هما البنايتين غنقسم القافلة جوج فورق انا غنتولى قيادة الفارق الاول واللي غيدخل للمكان من الباب الجنوبي من جهة البيضاء اما الفارق الثاني فغيتولى القيادة دياله والاخ ديالي واللي غيدخل للمكان من الباب الشمالي من جهة الريباط ومن ليسال الاجتماع غيطلب عبابهم للدباط يلتحقوا بالجنود ويبلغوهم الاوامر ويكونوا على استعداد تام وغيامر لجودان شف بالمعقول يوزع البدلات الحربية والرشاش لكل واحد من الدباط السامين من القيادة العيال المتقدمة من بعد ما تم تنفيذ الاوامر غيربس عبابه البدلة الحربية وغيركب السيارة دياله باش يقود القافلة لاتجال قصر صخيرات متبوع بالكلون القادري وموراهم محمد عبابه اللي راكب في اول سيارة جيب بالفاصيلة الخاصة في هاد اللحظة كانوا التلاميذ والدباط غادي القصر الصخيرات على اساس مواجهة عناصر ثورية كيف مخبرهم عبابه لكن في الحقيقة بخلاف ذلك حيث القافلة موجهة الصخيرات باش تنفد منقلاب كيف مما خطط له عبابه والمدبوح وكانت هذه المرة الثانية اللي يخضع فيها عبابه الجنود دياله ستدود القافلة على مدينة سلا واتوصل للعاصمة الرباط واتوجه مباشرة الصخيرات ومع الجوج تقريبا وصلت القافلة للصخيرات وبدأ يبليهم القصر الملاكي وكيف مما كان مخطط عبابه اضغل المجموعة اللولة من الباب الجنوبي بقيادة محمد عبابه وتوجه الباب الرئيس للقصر اما المجموعة الثانية اللي كانت بقيادة محمد عبابه فقدت خل من باب الجمالي وكان منع ومقاومة من حراس القصر وكانت مواجهة دامية بين الكولورÿÿالوباريس ومحمد عبابه وسلت هذا المواجهة باصابة خاطرة للكولورالالوباريس اللي كان هز يده الفاتح علي شكل صاليب كل Lösالين منه انه يحمل القصر والمالك ولو اطلب الامر للموت ديالو ومن اللي شاف عبابه هاد المقاومه طلب من رجال ديالو اطلاق النار بشكل عشوائي ويحاصر القصر وميخلوا حتى شي واحد يهرب وهنا اندلعت موجه من الرصاص وبدول بعض الضيوف كيهربوا وجنود كيجروا في كل مكان وقعت فوضى عارمة اما المالك الحسن الثاني فغيرتخبفه واحد المكان في القصر برفقة بعض الشخصيات واللي كان من بينهم الجنرال اوفقير وزير الداخلية واحمد دليمي مدير الامن الوطني واحمد العراقي الوزير الاول والجنرال مولاي حفيد العلاوي ووزير الدولة واحمد العلاوي ومن اللي غير يعرف المالك ان عبابه هو لقييدات العملية فغيرتفاجئ حيث عبابه كان من الطبات السامين وكان ديما كيحاول يفتن تجيبه ديال المالك في المناورة اللي كيديرها وكيف مما قال محمد الرئيس فالكولوني لعبابه كان كيبين انه ملكي لكن تطاهر شيء والباطن شيء اخر وهنا ويقول الملك المرافق اللي معه بنوع من الاستقراب لا افهم انها الوحدة اكتر صنديما في جيشي والعقيد عبابه صديق لاخي عبد الله لا افهم وحاول تحليل الموقف اما الجنرال المدبوح فغير قاراسه في ورطة كبيرة وتفاجأ من الرصاص لكي تطلق الشيء اللي ما كانش داخل في الخطة دياله ويتوجه مباشر الملك وهيقول له هادي الدربة ديالعبابه شفته ما بين مهاجمين على القصر وغير طلب من الملك باش يمشيوا عن عبابه يتفاوضوا معاه لكن الملك الحسن الثاني غير فض وهيقول المدبوح انا ما غير نتفاوضش مع دابط تحت الامرة ديالي عايت لي وهو يجي لعندي وفي وسط هاد الفوضى غير خرج المدبوح غير يمشي عن عبابه وغير يقول له باللهجة صارمة اشنو هاد شي عبابه ما حترمتيش ذاك الشيء لتتعفقنا عليه غير يجاوبوا عبابه بهدو ماشي مشكل من جنرال انا ساليت المرحلة اللولة ودابا خاصة كنتاقل المرحلة الثانية لكن الجنرال المدبوح سيجاوبه بغضب حبس عليها التخربة رأس بقو امرتك باش مطلق حتى شي راساسا سيجاوبوا عبابه انهار كبير هذا والرجال ليه ناشطين واشليوم ماشي يوم عيد الملك ويرض عليه المدبوح هذا راح حمام دم وركو السخصي يدي بالدم لكن عبابه سيجاوبوا بهدوء اللي وقع وقع من الجنرال فين هو الملك ذاك سيجاوب المدبوح الملك في مكان آمن وبغي يشوفك باش يتكلم معك غيرض عليه عبابه واشت نازل علي الحكم من جنرال غيرض علي المدبوح نعم والتانزل دي الورا في جيبي لابا خاصة نطلقه مع الملك غيرض علي عبابه لكن من جنرال إلا استسلم علش غنشوفه من الأفضل انتاقلوا لمحالة الثالثة لكن المدبوح غيرض علي أنه يتلقى بالملك ومن اللي عبابه شاف المدبوح مصرع لرؤية الملك ويقول له إلا كنا نطلقه مع الملك غيرضت علي رجال لي لكن المدبوح غيرفض الشافعàng غيرض Credit غيرضي وغيرض SUBSCRIBE غيرض لعبابه لا الرجال هي تبقى على pizzم وهنا غيرض warnشا opposed غيرضي معه سوف يسوف الملك غيرض انه قبل ي awaken him وغيرض غيرضApplause غيرض لعبابه غيرض 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 وغيدور عند عبابه وغيقول له ما فيها شك الملك غيكون هنا وغتلقاه بأي طريقة في هذه اللحظة غيتفاجأ عبابه من تصرف المذبوح وغيحس أن المذبوح كيخطل شي حاجة وغيثول المذبوح باستغرب لكن مون جنيرال حسب ما فهمت من الكلام اللي قلتلي على برة أن الملك في مكان آمن وأنه تنازل إذن هذه المرحلة ما كملتش وانت كذبت عليها وخنتيني وعرض عليه المذبوح حتى انتارك خونتيني من الفتي الخطة ديالي وغيرت الأوامر اللي عطيتك ما كانش عليك تخدم الرصاص والعنف أنا كنت بغيت نقيلة ببيض ماشي حمام دم وفي هذه اللحظة اللي ينصرف فيها المذبوح ويبقى عبابه مصدوم وهي حسب الغدر والخيانة من المذبوح وهنا هاي آمر جوج من رجال ديالو باش يتيلوا في المذبوح وفي اللحظة اللي يطلقوا عليه النار آيكون الدكتور بنعيش خارج مع الأسرار وقريب من المذبوح وغيرت المذبوح وبنعيش في نفس اللحظة وهنا كانت النهاية ديال المذبوح والبداية ديال فشل انقلاب حيث المذبوح كان العقل مدبر أما عبابه فكان مجرد منفيد وهنا غايولي عبابه هو اللي قايد انقلاب في هاد المرحلة وغايقوده بروعون أو تهور كبير وكيف ما غايشوفه غايمشي عبابه وغايقف أمام جوتة ديال المذبوح وغايقول لا كتستاهلة تشلوق عليك ومباشرة غايتوجه عبابه العنجونه وغايطلب منهم يدخلوا القصر ويديروا الأجانب في الشاحنات وغايتجمعوا الضيوف فيهم اللي جات السر وفيهم اللي جالس على الاركابي في هاد اللحظة غايبدأ عبابه كيتأمل في الضيوف وهو يباليه الجينيرال الغرباوي قائد لواء المدرعات وغايمشي عنده عبابه ودخل معاه في حوار طويل باش يقنعوا ينضم ليه لكن الغرباوي بقى تابس على الموقف دياله في هاد اللحظة اللي دار فيها عبابه باش يعطي الأوامر الجنون غايغمز الغرباوي أحد الضبال باش يمتليه سلاح وفي هاد اللحظة غايضور عبابه وغاي تيري في الدابر وفي الغرباوي اللي غاي موت في البلاسة وهنا رايبدأوا يحتاجوا بعض ديبلوماسيين الأجانب وغوته رايشوف فيهم عبابه ويقول لهم تكالموا ما تخافوش قريب غان ناخدوا بيدكم وحسب بعض الشهود الكولوني العبابه قال بمرة لأحد أقريبة أذياله قريب غان بيع جلدي غالي وفي الجانب الآخر كانوا ربعة الجينيرالات واللي هما الجينيرال الحمو أمحزون والجينيرال مصطفى محرج والجينيرال محمد حبيبي والجينيرال بو جرين بالإضافة للكولوني البولحميس من اللي غايشوف عبابه بو الحميس ويبتسم تيسامة شاميته وهيقول له نهار كبير هاد كولونيين جيتي تلقوا دامي اش حد تسنيت هاد الفرصة العالم صغير الكولونيين قال كولوني البولحميس عارف أن عبابه مغير حموش حيث كانت بيناتهم عداوة ورغم ذلك أبقى لكولوني البولحميس كيزوج ويترجى في عبابه لكن بدون جدوة ويأمر عبابه أحد الرجال يتيري فيه ويطوى أحد التلاميذ ويتيري في ظهر بو الحميس اللي غيطح في الأرض من بعد دقيقة ويقول واحد من التلاميذ لعبابه مون كولونيين ره ما زال كيتنفس ويرجع عبابه ويحط رجلي على راس بو الحميس ويقول التلميذ تيري هنا هكا كيكون القتل من بعد غيمشي عبابه عن جينيرات الربعة ويقول لهم بأن ننقيلة بنجح وأن المدبوح مات براسة طائشة وأنه قريب يمشي الربعة باش يشكل مجلس الثورة وعرض عليهم ينضموا ليه باش يكونوا جزء من مجلس الثورة لكن غيبقوا وساكسين إلا الجينيرات الحمو اللي قال له هاتش ما عنده معنى هادره لعب دريري أنا ما متافقش معك في هاد اللحظة غيغضب عبابه ويقامل جنود باش يدورهم في السيارة وطلب من الحراس يراقبوهم ويدخل عبابه القصر ورفقه سبع الجنود للمرة الأخيرة وبدو كيقلبوا على المالك ومن اللي ما لقوش امشي عبابه لعند قبطان بوجمعة اللي كان مساعد الأمير مولاي عبد الله ويثوله على المالك لكن من اللي ما غيقاش جاوب من القبطان بوجمعة غيشك أن ابو جمعة كيكذب عليه وطلب من الرئيس باش يقتله في هاد اللحظة غيلتاحق محمد عبابه اللي كان قائد المجموعة الثانية في الجهة الشمالية ودخل في نقاش مع الأخ ديالو ولكونولين محمد عبابه وناقش أمور رهائن وتشكيل مجلس التورا وفي نهاية هاد النقاش غيطلب عبابه مع الأخ ديالو يبقى في القصر باش يشرف على العملية ويواصل البحث على المالك ويخلي معاه جوجكو منضوات أما عبابه فغيركب السيارة ديالو وغي آمر رجال ديالو يركبوا الشاحنات باش يتبجه الريباط والدمعة الجينيالات الربعة غينطالق عبابه وموراه القافلة ديالو متوجهه الريباط باش يسيطر على القيادة العليا وعلى الإيداعة والتلفازة واحتلال وزارة الداخلية ومخليين وراهم في قصر الصخيرات ومجزرة اللي خلفت العديد من الجرحة والقتلة ومن اللي وسط القافلة الريباط ويوزع عبابه المهم ويكلف عبابه القبطان شلط بالسيطرة الإيداع والتلفازة ورسل كوموندو باش يدمروا المحطة تلبات وتكلف بهذا المهمة الصول يوطنو مجاهد لكن مجاهد من اللي وصل المحطة تلبات التافق مع المسؤولين باش ميخدموش الأجهزة في مقابل ميهرسوش الأجهزة ورجع مجاهد لأهر مومو ويقامر عبابه كل من اليوطنو عبسلهم حيفي وصول يوطنو لياقيادي باش يحتلوا وزارة الداخلية ويديوا معهم جوج كوموندو أما عبابه فغيتوجه المقر القيادة العامة ويكلف محمد الرئيس باش يحتل المقر قيادة العامة القوة المسلحة الملكية ويرافقوا في هذا المهمة كل من الشلواطي وبوبري ويديوا معهم كوموندو هيتكلف الشلواطي باحتلال مركز البت والتصال والمركز الهاتفي أما بوبري فغيتستولي على مخزن العداد والداخرة أما الرئيس فهيوزع الرجال ديالو اللي كانوا كيشكل الكوموندو ووزحهم للنقات الحساسة وغيدير تقرير على العملية باش يسلموا لعبابه ومن اللي اخد عبابه التقرير من عند الرئيس غيقامر جنود باش يهجمع القيادة العامة من الباب الكبير وهنا غيبدأ تبادل إطلاق النار بالمتأمرين والمدافعين للنظام هاد المواجهة لماذا مش بزاف وهيهرس الجنود الباب ومنهم لا يقفز من الحياة وغيتم السيطرة على القيادة العامة من بعد ما استسلموا أفراد الجيش اللي كانوا كيحميوا القيادة وغيتم عقد الجيمع في المكتب الثالث من طرف عبابه واللي كان حاضر له كل من الشلواطي والمالطي وبوبري خبرهم عبابه بالوضع الحالي من بعد ما رجعوا القيادة العامة ويوصل في هذه اللحظة الكونونين محمد عبابه اللي جامل صخيرات وغيتوجه العند الأخ ديالو محمد عبابه وغيتدور بيناتهم نقاش حاد حيث عبابه كان مكلفه بالبقاء في القصر والبحث على المالك وجربات بلا ايدن ولسيشارة من محمد عبابه ومن اللي سهل النقاش بينهم يهدأ عبابه الوضع وغيتطلب من محمد عبابه باش يتحيل على يوطنه كولونيل السعد الفيلالي وغيتطلب منه يخلي الفيلق المدرعات رهن إشارة عبابه وآمره كذلك باش يرسل برقيات لكل وحدة الجيش ويطلب منهم يمتاتلوا الأوامر مجلس التورة اللي كان برئاسة الكولونيل الشلواطي من بعد ما تمت السيطرة على الوضع منطرف عبابه الجنود ديالو ويجيب عبابه الجنيرات الربع حموق وامحارش وحبيبي وبوغري وتكلم معهم ووزع لهم المهام وطلب من حمو يلتحق بالقناة طيرا باش يستالم زيما بالأوامر ويدير الوحدات العسكرية ديالا تحت قيادة مجلس التورة وتوجه عبابه للمقر الإيداع والتلفازة واللي كانت كيحرص أفراد من قوة التدخل السريع وليوطنه محمد طيف رئيس الفرقة المكلفة بحامية الإيداع والتلفازة اللي حاولي منع عبابه والرجال ديالو من الدخول وفي الآخر عيقتل عبابه من يطلق عليه الرصاص وبدأت مواجهة عنيفة بين الرجال ديالعبابه وأفراد التدخل السريع ودامت المواجهة 20 دقيقة قريبا ومن اللي تم القضاء على المقاومة ودخل عبابه باش يتكلم مع المسؤولين وطلب منهم يوقفوا بطل البرامج ويعودها بالموسيقى العسكرية وطلب عبابه من الملحن عبسلام وردد هذا الإعلان للأمواج الإيداع لقد طلعت شمس جديدة وتخلصنا من الملكية مرحب الجمهورية السلطة الآن في يد الجيش إن مجلس الثورة يطلب منكم الحيطة والهدوء وبقى كيتردد هذا الإعلان بالتناوب مع الموسيقى العسكرية حتى العشرة ديالليل تقريبا وهناك هيدير عبابه الشلاط نائب ديالو في الإيداع والتلفازة وتوجه مباشرة القيادة العليا ومن اللي وصل عبابه دار اجتماع مع الأعضاء مجلس الثورة واللي يشارك فيه كل من عبابه والأخ ديالو والشلواطي وبوبري والمالطي والفنيري وعمي وأجعوان والجينيرال حبيبي وأم حرش وبوغرين ووزع عبابه المهام وطلب من حبيبي يرجع لقصر الصخيرات ويطلق صارح الأجانب ويعفي أعضاء الحكومة وبعد الشخصيات ويواصل البحث على المالك الحسن الثاني والجينيرال أوفقع والكونولي الدليمي ودره عن إشارته والليوطنو محمد الغالو وثلاثة شاحنات مدججة بالسلاح والجنود وطلب من جينيرال بوغرين يلتاحق بالمنطقة العسكرية بمكناس وكانت كل أمور تحت سيطرة عبابه إلا أنه وقع واحد الحادث اللي غير غير مجرى الأحداث واللي هو ظهور المالك بالقصر سلام وعافا والأكيد أنه بزاف منكم غير تساءل فين كان المالك وهو أن المالك كان في واحد المكان في القصر مع بعض الشخصيات اللي ذكرنا من قبل ومن اللي غادر عبابه القصر رجع الهودو وكان واحد جونديك يتجور في القصر واللي هو كنوش محوش منقيد المالك من اللي كان كيتجول سمع صوت كيتقر للعطيف وقرب من مصدر الصوت وحل عليهم الباب وطلب منهم يعرفوا بنفسهم وكان مصوب السلاح دياله اتجاههم وهنا هيقول له المالك تهدنا ولدي أنا غير نشرح لك كل شي اللي كيتكلم معك صاحب الجلال المالك الحسن الثاني أنا هو القائد الأعلى الأركان العامة القوة المسلحة المالكية واش بغايت تقتني واش بغايتو كلكم حمار وهنا هيبدأ السرجان كنوش محوش كيرتاعش وبدأ الخوف كي سيطر عليه خاصة أنه كان مصوب الرشاج دياله في وجه المالك وهنا هيأدي كنوش محوش التحية العسكرية وهيقبل ليد ديال المالك الحسن الثاني من بعد هيطلب من كنوش يجيب باقي الجنود اللي معاه والجمع بدأ كيقرأوا معاهم صورة الفاتحة بصوت عالي وبدأ كيلتحوا باقي الجنود وكيسيحوا بصوت عالي عاش المالك وبدأ الحسن الثاني كيطرح بعض الأسئلة على الجنود وجاوبوه بأن عبابو خدحهم وغرر بهم وأنهم ما كانوش على عين بالنقلب وهنا هينتاقل الحسن الثاني العمل الميداني وعطى الأوامر باش يتم الإفراج على الرهائن وإعطاء الإسعافات للجرحة وإخراج الجوتس وقلف الجنرال أفقير باش ينهي انقلاب وإلقاء القبض على المشاركين وطلب من الجنرال باشير البوهالي يقمعها التمرد ويكسر شوكة انقلاب ومشى الباشير البوهالي البن سليمان باش يجيب قوة الدعم الضرورية وتوجه العاصمة باش يقوم بالمهمة دياله أما الكونولي العبابو فكانت تعب سيطر عليه بالإضافة للألم ديرع دياله بسبب الرصصة اللي تصاب بها في الصخيرات ويجيبوا ليه تبيب مولهي باش يخرج منه الرصاصة ومن بعد هاد العملية طلب من الضابط أزندور وقال له صيروا كل الدباط يجيوا لعني بغيت نبي معهم حيث في الحقيقة أنا آسف على توريط الواحدة ديالي في هاد العملية القادرة لكن في اللحظة اللي غيتوجه فيها أزندور باش ينادي على الدباط ويدخلوا بعد الدباط وغيخبروا عبابو بوصول جنرال باشير البوهالي بريف قس أفراد واحد التدخل السريع وأنه في باب القيادة العامة وهنا آي خرج عبابو باش يتلاقى بالبوهالي برفقات كل من عقح الرش والإخوة دياله وبعض الدباط من اللي تلقى عبابو بالبوهالي ومشا كل واحد فيهم افتيجاء الآخر بحادر ويوقف في نفس اللحظة وكل واحد فيهم حاض يدع للزينان ومصواب السلح دياله افتيجاء الآخر وغيب ديال بوهالي بالكلام شنو كدير هنا الحاقير وخرج من القيادة ويجاوب عبابو انا في المكان ديالي انت اللي خاصتك تخرج الغابي ويرود عليه البوهالي وراك خسرسي استسلم الحاقير وهنا يلتاج العبابو للديبلوماسية وهيقول العبابو وبغيت ندوي معك وما فيها شك ونوصله لشي حل غير فضل بوهالي عرض عبابو وهيقول له استسلم وعطل امر رجال ذيالك باش يستسلمه ويحط له السلاح إلا بغيته تبقى وحيين في هذه اللحظة يحس كل واحد فيهم بالخطر تجاه الآخر وفي نسل اللحظة غيتيرو في بعديتهم غيموت الجينيرال البوهالي في البلاسة اما عبابو فغيتحه الدم كيقتر منه وغيجمع القوة دياله وهيز راسه بصعوبة وغيقول الديري على الايمن دياله عقا حرش قتلني يا عقا لكن عقا غيتردد انه يقتل القائد دياله وغيقول له عبابو انا مزوج فيك عقا قتلني هذا اخر امرك عبالي تيري هو ما تخممش الآخرين غيكون انتقام ديرهم كثر من الموت انا غيدور عقا راسه وغيتيري في القائد دياله واللي غيموت في البلاسة وهكا كانت النهاية دي العبابو غتكون معه النهاية دي الهات المقلاب